117 سنة من الإنجاز 117 سنة من الإعجاز 117 سنة على القمة هو مصدر الفرحة هو مصدر السعادة هو مصدر الفخر لكل من انتمى للنادي النادي الأهلي كيان عظيم وبتهيالي لو رجعنا لللحظة الأولى اللي كان فيها كيان النادي الأهلي مجرد فكرة بتترح مجرد مجموعة من الأهداف بيسعى القائمين عليها أن هم يحققوها مش ممكن أبداً كانوا يتخيلوا حجم الإنجاز الكبير اللي حصل على مدار 117 سنة هي عمر وتاريخ النادي الأهلي العظيم 118 سنة أو السنة 118 بتبدأ مع حضراتكم وطموحات الأهلوية حدودها السام 117 سنة فاتت وعدت حقق الأهلي فيها كتير من أهدافه إذا كنت بتتكلم على اسم النادي الأهلي فهو النادي حقيقي نادي أهل مصر هو صاحب الشعبية الجارفة والجماهيرية الطاغية مش بس على المستوى المحلي ولكن كمان تقدر تقول على المستوى العربي والمستوى الإفريقي وكمان على المستوى العالمي بالشهرة الحقيقة اللي اكتسبها النادي الأهلي في عدد كبير جداً من دول العالم ووسائل إعلام العالمية اللي بتتبع دايماً أخبار النادي الأهلي ومشاركاته في بطولة كاس العالم 117 سنة الأهلي هو مصدر حقيقي للسعادة بالنسبة لجماهيره ومش هبالغ لو قلت إنه يمكن أكتر نادي كان عنده القدرة على مدار التاريخ الطويل ده إنه يسعد كل جماهيره أكتر نادي قدر يحقق نجاحات وبطولات وتتويجات على مستوى كل الرياضات وعلى مستوى كل الفرق وعلى مستوى كل اللعبات اللي بيقدم فيها الأهلي لجماهيره والمصر الحقيقة أبطال على أعلى مستوى كل السلام والطيبين سنك دي بتبدأ بترفع من طموحاتنا وأحلامنا وإن شاء الله بإذن الله يكون فيها مزيد من الإنجازات اللي بيحققها للأهلي دايماً يفرح بها جماهيره خد بالك على مدار السنين الطويلة بتتكلم على أساطير أساطير على كل المستويات أساطير على مستوى الإدارة أساطير على مستوى النجمية وعلى مستوى الشهرة وعلى مستوى الأداء أساطير تحدد كتير من الظروف الصعبة عشان هدفها في الأول والآخر مش الأنا مش هتلاقي أبداً أبداً حد بينسب فضل لإنجازة حقق أو لبطولة حققت أبداً لنفسه مهما كان حجم دوره وأهميته وتأثيره أبداً ولادي النادي الأهلي حطينا قدام عنهم اسمه واحد بس هو النادي الأهلي عشان كده الأهلي كان والأهلي سيظل دايماً فوق الجميع نتمنى إن شاء الله تكون سنة سعيدة لكل الأهلوية ويزيد فيها أفرحنا وخصوصاً وإحنا بنترجم ده فعلياً على الأرض الواقع خلينا بارك لحقيقة لأبطال الطيرة كوماندوز النادي الأهلي اللي حققوا لقب إفريقيا وضمنوا باللقب ده مشاركة في نسخة كاس العالم القادمة يتبقى زي ما قلت لكم أو زي ما توقعت من قريب إنه الأهلي يكون في إنجاز فريد هو تاريخي من نوعه يكون الممثل الوحيد للأربع لعبات الرئيسية كل ما هو مرتبط باسم الكرة كرة قدم كرة يد كرة سلة كرة طيرة الأهلي بإذن الله طبعاً إن شاء الله بإذن الله إذا ما نجحنا في التتويب بلقب البال في بطولة البال طبعاً في نسختها الرابعة هيكون لفريق الباسكت أيضاً عملقة النادي الأهلي الحظ والنصيف في المشاركة في بطولة العالم كده عندك ثلاث فرق هيشاركوا في كاس العالم للأنديا فريق كرة القدم فريق كرة اليد بعد ما توقف بالسوبر الأفريقي وفريق الطائرة بعد ما توقف بطولة إفريقيا يتبقى طبعاً منافسات البال اللي بنتباحها حصرياً على شاشة النادي الأهلي واللي النهاردة هيكون فيه ماتش إن شاء الله مع سيتي أيلرز الأهلي في مواجهة سيتي أيلرز في رابع مواجهات بطولة البال اللي بتقام بنظام البطولات المجمعة إذا نجح الأهلي وهو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة البال في التتويق بالنسخة دي هيكون رابع الفرق اللي بتمثل الأهلي وبتمثل مصر ودمثل قارة إفريقيا في بطولات بقى في بطولات كاس العالم للأنديا حدثني عن إنجاز ولا أروع ومين يقدر على ده غير النادي الأهلي طبعا دي لقطات من تتويق الأهلي ببطولة أفريقيا يمبرح حضور كابتن محمود الخطيب أبطال الطايرة ما زعلوناش وجابوا لنا بطولة أفريقيا وضمنوا مقعد للنادي الأهلي اللي مشاركة في بطولة كاس العالم نأتي نتمنى لهم كل التوفيق الأهلي النهاردة اللي أصبح حاطت قدام عينيه ممكن يبقى المشوار طويل لكنه بالتأكيد مش بعيد خاطت قدام عينيه وواحد من أهم أهدافه أنه ينجح فيه تحقيق إنجاز عالمي في واحدة من اللعبات اللي بيشارك بيها وليه لأ حلم بش بعيد وقادرين دايما بطموحاتنا كأهلوية نحلم ونحقق أحلمنا دي لحظات من لحظات تحتفال الأبطال طبعا ببطولة غالية جدا بطولة أفريقيا والمؤهلة لكاس العالم للأندية افرحوا بفرقكم كلها الحقيقة والبال بإذن الله إن شاء الله موفقين عندنا النهاردة مواجهة رابعة مع سيتي أولرز الأهلي نجح في ثلاث مواجهات سابقة أمام سيتي أولرز وأمام أهلي بن غازي وأمام بن جيه من أفريقيا الوسطى أنه هو يحقق المكسف في ثلاث لقاءات النهاردة اللقاء الرابع يتبقى لنا اللقاءين اللقاء جاي مع أهلي بن غازي وبعده نختم الجولة الأولى من البطولة اللي بتصادفها مصر في إن شاء الله بإذن الله صدارة المشهد الصدارة أو المركز الثاني يضمنوا للأهلي خليني أشرح لكم سريعا نظام البطولة البطولة فيها ثلاث مجموعات مجموعة بتصادفها مصر مجموعة بتلعب في جنوب أفريقيا مجموعة بتلعب في السنغال اللي هي مجموعة الصحراء الأول والتاني من كل مجموعة من الثلاث مجموعات هتأهل مباشرة لتصفيات النهائية اللي هتصادفها رواندا وهيختاروا معاهم أفضل توالد أفضل اتنين توالد فبالتالي هكتمل عقد الفرق المشاركة فيه المرحلة الأخيرة بقى من بطولة البال تمن فرق هيلعبه إن شاء الله بإذن الله في رواندا والفائز أو بطل النسخة دي من البال بإذن الله يكون ليه الحظ ونصيب بإذن الله يكون نادي الأهلي طبعا فيها المشاركة في كاس العالم تي بي مازنبي الأهلي تي بي مازنبي كل الفرص والاحتمالات قائمة كلام كتير عن مواجهة صعبة معايا النهاردة أخبار مهمة جدا وأخبار سارة لكل جماهير النادي الأهلي قبل 48 ساعة من اللقاء اللي هيبدأ إن شاء الله بإذن الله ويوم الجمعة الساعة 10 مسائل بتوقيتنا في القاهرة على ملعبنا وسط جمهورنا 50 ألف من جماهير النادي الأهلي بإذن الله تكون حضرة وتكون واحد من أهم عناصر حسم المواجهة والحصول على بطاقة التأهل النهائي كل التفاصيل معايا ومع حضراتكم في السادسة بعد الفصل